بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم أبناء العزاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الأساسي عنوان درسنا لهذا اليوم هو الضرب أحباب الطلاب في درسنا لهذا اليوم سنتعلم المهارات الأساسية التالية أولاً ضرب عدد في عدد من منزلة واحدة ثانياً ضرب عدد في عدد من منزلتين ثالثاً وأخيراً ضرب عدد في عدد من ثلاث منازل أحباب الطلاب قبل أن نبدأ بالضرب في عدد من منزلة واحدة دعونا نراجع معاً بعضاً من حقائق الضرب الأساسية والتي نسميها جداول الضرب وذلك طبعاً بسبب أهميتها الكبيرة في عمليتي الضرب والقسمة ولنبدأ بهذا السؤال جد ناتج عمليات الضرب التالية خمسة ضرب ثمانية عزيز الطالب إن كنت تحفظ جداول الضرب ستقول مباشرةً خمسة ضرب ثمانية يساوي أربعين وإذا كنت عزيز الطالب لا تحفظ جداول الضرب فإنني متأكد من أنك تستطيع أن تحسب خمسة ضرب ثمانية فخمسة ضرب ثمانية كما هو معلوم عبارة عن ثمانية مكررة بعملية الجمع خمسة مرات أي أنها تساوي ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية ويمكن أن نجمع ونقول ثمانية زائد ثمانية يساوي ستة عشر 16 زائد 8 يساوي 24 24 زائد 8 يساوي 32 32 زائد 8 يساوي 40 إذن 5 ضرب 8 يساوي 40 بالطريقة نفسها عزيز الطالب نستطيع أن نحسب 6 ضرب 7 إن كنا لا نحفظها والأفضل أن نحفظها 6 ضرب 7 يساوي 42 كذلك 9 ضرب 6 يساوي 54 هيا بنا عزيز الطالب نوظف جداول الضرب أو حقائق الضرب الأساسية في إيجاد ناتج ضرب عدد في عدد من منزلة واحدة ولنبدأ بالسؤال التالي نجد الناتج 3126 ضرب 4 سنأخذ السؤال مباشرة إلى هامش الحل ونكتب فيه 3126 ضرب 4 عزيز الطالب كل رقم من أرقام العدد 3126 سنقوم بضربه في الرقم 4 ونبدأ أولا برقم الأحد 6 إذن 4 ضرب 6 يساوي 24 التي نكتبها 4 وباليد 2 ننتقل إلى رقم العشرات وهو 2 4 ضرب 2 يساوي 8 8 زائد 2 تساوي 10 0 وباليد 1 4 ضرب 1 في المئات يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 وأخيرا في الألوف 4 ضرب 3 يساوي 12 إذن ناتج الضرب هو العدد 12504 سؤال آخر جد الناتج 4326 ضرب 5 أيضا نأخذ السؤال إلى جهة الحل ونبدأ عملية الضرب مباشرة بضرب 5 ضرب 6 يساوي 30 التي سنكتبها صفرا وباليد 3 ثم 5 ضرب 2 يساوي 10 10 زائد 3 يساوي 13 ثلاثة وباليد 1 ثم 5 ضرب 3 يساوي 15 زائد 1 يساوي 16 6 وباليد 1 وأخيرا 5 ضرب 4 يساوي 20 زائد 1 يساوي 21 وبذلك يكون ناتج الضرب هو العدد 21630 سؤال آخر جد الناتج 7 ضرب 6204 عزيز الطالب عندما نأخذ هذا السؤال إلى هامش الحل سنكتب العدد الأكبر في الأعلى أي أننا سنكتب 6204 ضرب 7 ونبدأ الضرب 7 ضرب 4 يساوي 28 نكتبها 8 وباليد 2 7 ضرب 0 يساوي 0 0 زائد 2 يساوي 2 ثم 7 ضرب 2 يساوي 14 نكتبها 4 وباليد 1 وأخيرا 7 ضرب 6 يساوي 42 زائد 1 يساوي 43 وبذلك يكون ناتج الضرب هو العدد 34428 عزيز الطالب سؤالنا التالي عبارة عن مسألة لفظية اقرأ معي عزيز الطالب هذه المسألة باع تاجر ثماني غسالات بسعر الغسالة الواحدة 400 دينار كم دينارا قبضت تاجر ثمن الغسالات عزيز الطالب لكي نحسب ثمن الغسالات سنقوم مباشرة بضرب عدد الغسالات في ثمن الغسالة الواحدة إذن ثمن الغسالات يساوي عدد الغسالات الذي يساوي ثمانية ضرب ثمن الغسالة الواحدة الذي يساوي 400 دينار نأخذ الآن السؤال إلى جهة الحل ونكتب 400 ضرب ثمانية ثمانية ضرب صفر يساوي صفر ثمانية ضرب صفر أيضا يساوي صفر وثمانية ضرب أربعة يساوي اثنين وثلاثين عزيز الطالب يمكن أن نحصل على نفس الناتج وهو ثلاثة آلاف ومئتين إذا قمنا مباشرة وبطريقة مختصرة بأخذ صفري العدد أربعمائة ووضعهما في الناتج ثم نضرب ما تبقى ثمانية ضرب أربعة يساوي اثنين وثلاثين ونكتبها على يسار الصفرين فنحصل على نفس الناتج وهو ثلاثة آلاف ومئتين أي أن ثمن الغسلات يساوي ثلاثة آلاف ومئتين دينار أحباب الطلاب هيا نوظف هذه الطريقة المختصرة لعملية الضرب في حل السؤال التالي جد ناتج عمليات الضرب التالية ثلاثة ضرب أربعين كما ذكرنا مباشرة سنأخذ صفر العدد أربعين ونضعه في الناتج ثم نضرب ثلاثة ضرب أربع يساوي اثنين عشر فيكون ناتج الضرب هو العدد مئة وعشرون بالطريقة نفسها ستمائة ضرب سبعة سنكتب صفري العدد ستمائة في الناتج ثم نضرب ستة ضرب سبعة يساوي اثنين واربعين فيكون ناتج الضرب هو العدد أربعة آلاف ومئتين كذلك الحال مع أربعة آلاف ضرب ستة نأخذ الأصفار الثلاثة من العدد أربعة آلاف ثم نضرب أربعة ضرب ستة يساوي أربعة وعشرين فيكون ناتج الضرب هو أربعة وعشرون ألفا أيضا ألف وسبعة وسبعون ضرب خمسمائة نأخذ صفري العدد خمسمائة ثم نضرب ألف وسبعة وسبعين في خمسة نأخذها إلى جهة الحل ألف وسبعة وسبعين ضرب خمسة خمسة ضرب سبعة يساوي خمسة وثلاثين خمسة وباليد ثلاثة وخمسة ضرب سبعة أيضا خمسة وثلاثين زائد ثلاثة يساوي ثمانية وثلاثين ثمانية وباليد ثلاثة خمسة ضرب صفر يساوي صفر زائد ثلاثة يساوي ثلاثة وأخيراً خمسة ضرب واحد يساوي خمسة الآن نكتب العدد خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانين على يسار الصفرين فيكون ناتج الضرب هو العدد خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة بذلك أحباب الطلاب نكون قد تعرفنا على كيفية ضرب عدد في عدد من منزلة واحدة وبالطريقة نفسها أيضاً وبطريقة مشابهة نستطيع أن نجد ناتج ضرب عدد في عدد من منزلتين هذا ما سأتابعه معكم عندما أعود إليكم بعد فاصل قصير أهلاً بكم أبناء العزاء من جديد لنتابع معاً ضرب عدد في عدد من منزلتين ولنبدأ بالسؤال التالي جد الناتج 374 ضرب 26 مباشرةً سنأخذ هذا السؤال إلى هامش الحل وسنكتب 374 ضرب 26 سنبدأ أولاً عزيز الطالب بالضرب في رقم الأحد وهو الرقم 6 6 ضرب 4 يساوي 24 4 وباليد 2 ثم 6 ضرب 7 يساوي 42 زائد 2 ويساوي 44 4 وباليد 4 6 ضرب 3 يساوي 18 زائد 4 يساوي 22 الآن عزيز الطالب سننتقل للضرب في رقم العشرات وهو الرقم 2 لذلك قبل البدء بضرب رقم العشرات سنضع صفراً في منزلة الآحات ونبدأ الآن بضرب العشرات 2 ضرب 4 يساوي 8 ثم 2 ضرب 7 يساوي 14 4 وباليد 1 ثم 2 ضرب 3 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7 الآن سنقوم بجمع ناتجي الضرب 4 زائد 0 يساوي 4 4 زائد 8 يساوي 12 2 وباليد 1 4 زائد 2 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7 وآخيراً 2 زائد 7 يساوي 9 بذلك يكون ناتج الضرب هو العدد 9724 ننتقل إلى سؤال آخر جد الناتج 2035 ضرب 45 نكتب الآن السؤال في هامش الحل فنكتب 2035 ضرب 45 ونبدأ بضرب رقم الأحادي أولاً وهو الرقم 5 حيث 5 ضرب 5 يساوي 5 وعشرين 5 وباليد 2 5 ضرب 3 يساوي 15 زائد 2 يساوي 17 7 وباليد 1 5 ضرب 0 يساوي 0 زائد 1 يساوي 1 5 ضرب 2 يساوي 10 ننتقل الآن إلى رقم العشرات أربعة ونضع بداية صفراً في الأحد 4 ضرب 5 يساوي 20 صفر وباليد 2 4 ضرب 3 يساوي 12 زائد 2 يساوي 14 4 وباليد 1 ثم 4 ضرب 0 يساوي 0 ثم 4 ضرب 0 يساوي 0 زائد 1 يساوي 1 915 وخمسمائة وخمسة وسبعون هيا بنا أحباب الطلاب ننتقل إلى مسألة لفظية نوظف فيها الضرب في عدد من منزلتين باع تاجر 160 صفيحة زيت في كل منها 18 كيلو جرام بالسعر 3 الدنانير للكيلو جرام الواحد كم دينار قبض التاجر ثمن الزيت عزيز الطالب ما عدد الصفائح التي باعها التاجر مباشرة ستقول عدد هذه الصفائح يساوي 160 صفيحة ما وزن الزيت في كل صفيحة منها وزن الزيت في كل صفيحة يساوي 18 كيلو جراما ما ثمن بيع الكيلو جرام الواحد باع التاجر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3 دنانير وما المطلوب عزيز الطالب المطلوب أن نحسب كم دينارا قبض التاجر ثمن الزيت أو كم يبلغ ثمن الزيت عزيز الطالب لكي نحسب كم دينارا قبض التاجر ثمن الزيت لابد بداية أن نحسب وزن الزيت وبعد ذلك نقوم بحساب ثمن الزيت طبعا وزن الزيت يساوي عدد الصفائح التي تساوي 160 مضروبة في وزن الصفيحة الواحدة الذي يساوي 18 الآن سنقوم بضرب 160 ضرب 18 في هامش الحل ثمانية ضرب صفر يساوي صفر ثمانية ضرب ستة يساوي ثمانية وأربعين ثمانية وبالياد أربعة وثمانية ضرب واحد يساوي ثمانية زايد أربعة يساوي إثني عشر ننتقل لضرب رقم العشرات ونضع أولا صفرا في الأحد واحد ضرب صفر يساوي صفر واحد ضرب ستة يساوي ستة واحد ضرب واحد يساوي واحد نجمع الآن صفر زايد صفر يساوي صفر ثمانية زايد صفر يساوي ثمانية اثنان زايد ستة يساوي ثمانية واحد زايد واحد يساوي اثنين إذن وزن الزيت يساوي 2880 كيلو جراما نستطيع الآن أن نحسب ثمن الزيت إذا ضربنا وزن الزيت وهو 2880 كيلو جراما في ثمن الكيلو جرام الواحد وهو ثلاثة دنانير لنضرب العدد 2880 ضرب ثلاثة ثلاثة ضرب صفر يساوي صفر ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين أربعة وباليد اثنان ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين زاد اثنين يساوي ستة وعشرين ستة وباليد اثنان ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة زاد اثنين يساوي ثمانية إذن ثمن الزيت يساوي 8640 دينارة إذن أبناء العزاء تناولنا في هذا الجزء من الدرس كيفية ضرب عدد في عدد من منزلتين وبطريقة مشابهة أيضا تتم عملية الضرب في عدد من ثلاث منازل هذا ما سنتابعه معا بعد فاصل قصير أهلا بكم أحباب الطلاب من جديد لنتابع معا ما تبقى من درسنا لهذا اليوم وهو الضرب في عدد من ثلاث منازل ولنبدأ معا بالسؤال الأول جد الناتج 435 ضرب 156 لنأخذ السؤال إلى هامش الحل ونكتب 435 ضرب 156 سنضرب أولا في رقم الآحد وهو 6 6 ضرب 5 يساوي 30 صفر وبلياد 3 6 ضرب 3 يساوي 18 زائد 3 يساوي 21 1 وبلياد 2 6 ضرب 4 يساوي 24 زائد 2 يساوي 26 ننتقل إلى رقم العشرات وهو 5 وبداية نضع صفرا في منزلة الأحد 5 ضرب 5 يساوي 25 5 وبلياد 2 5 ضرب 3 يساوي 15 زائد 2 يساوي 17 7 وبلياد 1 5 ضرب 4 يساوي 20 زائد 1 يساوي 21 ننتقل إلى رقم المئات وهو الرقم 1 وبداية نضع صفرين في منزلتي الأحد والعشرات 1 ضرب 5 يساوي 5 1 ضرب 3 يساوي 3 1 ضرب 4 يساوي 4 نجمع الآن صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر 1 زائد 5 زائد صفر يساوي 6 6 زائد 7 يساوي 13 زائد 5 يساوي 18 8 وبلياد 1 2 زائد 1 يساوي 3 زائد 3 يساوي 6 ومعنى باليد 1 فينتج 7 وأخيرا 2 زائد 4 يساوي 6 فيكون ناتج الضرب هو العدد 67860 الآن هيا بنا أبناء العزاء نتعرف على خصائص عملية الضرب من خلال السؤال التالي استخدم خاصية الضرب المناسبة وأكمل الفراغ 1000 ضرب 99 يساوي 99 ضرب فراغ مباشرة سيقول أبناء العزاء هذه خاصية التبديل حيث 1000 ضرب 99 يساوي 99 ضرب 1000 وهي خاصية موجودة في عمليتي الضرب والجمع الآن 40 ضرب 7 بين قوسين ضرب 240 يساوي 40 ضرب بين قوسين فراغ ضرب 240 هذه الخاصية أحباب الطلاب تسمى خاصية التجميع مباشرة عندما نشاهد الأقواس مرة بين العددين الأول والثاني وفي المرة الثانية بين العددين الثاني والثالث نقول أن هذه هي خاصية التجميع أحباب الطلاب لاحظوا الأعداد كما هي إلا أنه اختلف ترتيب الأقواس فالعدد الناقص هنا سيكون طبعا هو العدد 7 الآن 35 ضرب 9 زائد 35 ضرب 11 يساوي 35 ضرب بين قوسين 9 زائد فراغ ويساوي 35 ضرب فراغ ويساوي فراغ أحباب الطلاب هذه الخاصية كما تعلمون تسمى خاصية توزيع الضرب على الجمع خاصية توزيع الضرب على الجمع الآن الفراغ الأول في السطر الأول هنا أحباب الطلاب هذا الفراغ سيكون فيه طبعا العدد 11 أي أن 35 ضرب 9 زائد 35 ضرب 11 يساوي 35 ضرب بين قوسين 9 زائد 11 ويساوي 35 ضرب ناتج جمع ما بين القوسين هو 9 زائد 11 ويساوي 20 الآن بقي علينا أن نضرب 35 ضرب 20 التي تساوي طبعا 700 الآن 20 ضرب بين قوسين 40 ناقص فراغ يساوي 0 عزيز الطالب هذه الخاصية تسمى خاصية الضرب في صفر عندما يكون ناتج الضرب يساوي 0 فإن المضروب فيه يساوي 0 إذن 20 ضرب 0 يساوي 0 بين القوسين 40 ناقص 40 يساوي 0 فتصبح المسألة 20 ضرب 0 يساوي 0 إذن أبناء العزاء نستطيع أن نقول بأن خصائص عملية الضرب هي أولا خاصية التبديل ثانيا خاصية التجميع ثالثا خاصية توزيع الضرب على الجمع رابعا خاصية الضرب في العدد 1 خامسا وأخيرا خاصية الضرب في العدد 0 سؤالنا الأخير أبناء العزاء هو سؤال للمتفوقين أطلب منك عزيز الطالب أن تحضر ورقة وقلما وتسجل هذا السؤال وتحاول أن تجد حلا له السؤال يقول جد أكبر ناتج ضرب لعددين كل منهما مكون من ثلاث منازل من الأرقام 4 و5 و6 و7 و8 و9 بذلك أبناء العزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم والذي تناولنا فيه عملية الضرب الضرب في منزلة واحدة أو في منزلتين أو في ثلاث منازل في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح وإلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة